سنعودنا وياكم مشاهدين الكرام مع ضايتنا الكريم الوصر عبدالشافي صادق مدير تحرير الإهرام الرياضي صباح الخير دكتور صباح الخير يا صاح إن شاء الله تكون بخير الحمد لله تتحدث عن بطولة توقفت من عام 2012 وعادت الآن في 2017 عادت الحياءة طيب إيه رأيك بهذه العودة؟ هذه اللي أنا شايف البطولات العربية هي فرصة لتجميع الشباب العرب هي فرصة لتحقيق الانسجام والتعارف بين الأشقاء الشباب العرب يعرف بعضهم بصرف نظر على المنافسة من اللي حيحصل على البطولة البطولة هذه المرة عادت بقوة بقوة جوائزها أربعة مليون دولار رقم غير بسبوق البطولات العربية الفائز اتنين ونصف مليون دولار صاحب المركز الثاني سبعمائة وقمسين ألف دولار أعتقد الجوائز مغرية تخلي أي حد يدخل البطولة وهو جاهز لها مستعد لها علشان الرقم كبير ويجاهزة كبيرة أعتقد أن كاس العالم للأندية الرقم يعني أريب من أريب من جوائز البطولة العربية كنت تتوقع أن كل الفرق تشارك بفرق أهل الأولى فول تيم لكن في بعض الفرق فضلت أن هي تدخل بالسكند تيم أو الفريق الاحتياطي أو الفريق الشباب ذي الهلال السعودي زي الداد الأهلي زي النصر السعودي اللي جاي لسه من فترة إعداد الهلال السعودي السكند تيم أو فريق الشباب اللي شارك مبارح أمام المريخ هذا الفريق الفريق الأول أو الدرجة الأولى موجودة في النمسا في معسكر يستعد للموسم الجديد للدوري السعودي إذن أنا كنت أتمنى يكون فيه مشاركة للفرق بالكامل بكامل قوتها زي نادي الزمالك داخل البطولة وهو عينه على المركز الأول على الرغم من تعصره في المبارات الأولى وفيه فرق قدمت نفسها بشكل قوي جدا في الجولة الأولى خلينا نسوص عامر نتكلم أن الجولة الأولى من البطولة العربية لا تعني تحديد مصير الفرق حتى تصعد درقة بالنهائي هي جولة جسنبط هي جولة للاستكشاف الآخر هي جولة لمعرفة مصادر القوة في كل فريق لكن فيها مفاجأة مفاجأة وهناك كي التحليل لهذه المباريات راح أتابعها يعني ما حضرتك لكن لماذا يعني برأيك أنه ما شركت بهذا هل الموضوع يعود مثلا إلى فعلا البطولات المحلية كالنادي السعودي للأي السعودي zoomالك بسبب إخفاقاته فيحاول أنه يعني يعمل نصر في هذه البطولة يعني موضوع مختلف من نادي إلى آخر والنادي إلى آخر بس خلينا نتكلم أن السبب في بعض الأندية زي الأندية الكبيرة وهي أسماء لها تاريخ زي نادي الهلال زي نادي الترقي زي نادي الفيصال الأندية لها تاريخ وليها الوحدة الإماراتي يعني مثلا الوحدة الإماراتية ما كانش متوقع كل الترشحات وكل التوقعات كانت تقول إنه هو هيفوز على ناصر حسين ضايل الجزائري فإذن المسألة فرق أسماء كبيرة أسماء أندية كبيرة شاركت في البطولة لكن في بعض الفرق فضلت تلعب بالسكند تيم أو الفريق طيب التاني خلينا نتكلم ربما يكون معاد البطولة أن الدوريات المحلية انتهت قريبة ومتساعد للمواسم الجديدة ربما ارتباطات القرية زي النادي الأهلي مرتبط بدوري أبطال أفريقيا وفضل يلعب الفريق التاني أو لحت أول بودلاء أو السكند تيم التراجي جاي بفريقه بالكامل على الرغم فيه مبورة مهمة جدا ما بين الأهلي المصري والتراجي التونسي في دوري الأبطال الأفريقي بعد صعود الفرقتين للمرحلة التانية من دوري الأبطال الأفريقيا بس أظنك مفهوظ أن تكون هذه البطولة سيدي الكريم كنوع من أنواع التحضير بالأخص أنه مثلا نتحدث عن النادي الأهلي رح يشارك في بطولة أمم أفريقيا في فرق من أفريقيا بطول تأدي دوري الأبطال الأفريقي أو دوري الأبطال الأفريقي أيضا في فرق أفريقية من قرطن مشاركين في هذه البطولة بالزرع على العموم كيف رأيت مباراة الوحدة الإماراتي مع مصر مع مصر مع مصر سنداء مباراة نصر حسين دايج طبعا الجنازي مع الوحدة الإماراتي أين عمال إماراتي أنت طبعا بخسارة النادي إماراتي وانت تفاجأت بهذه الخسارة أي تحليلك كان للمباراة؟ الخسارة لأن الوحدة لأماراتي فريق عامر بن نجوم كمان عنده مدرب أجنبي عنده روماني عنده فكرة بقاله فترة بيقدم عروض طيبة في الدور الإماراتي ومباراته المحلية نصر حسين ضاي مش من الفرق القمة كمان في الدور الجزائري يعني دايما شايفين الشبيبة يمكن شبيبة آخر سنة دي تحضر عاصمة في أسماء لها سيقا كبير والمولدية الجزائري لها سيقا كبير في الدور الجزائري وفي أفريقيا زي المولدية وشبيبة القبائل والتحاض العاصمة التحاض العاصمة اللي كان بيلعب أمام النادي الزمالك في دور الأبطال الأفريق فاللي أنا عاوز أقوله الوحدة الإماراتي كان مرشح للفوز في هذه المباراة وفوق الناس كلها أو فوق النقاط أن الوحدة الإماراتي يخسر بهدفين دون رد ودي كانت مفاجأة أول مفاجأة البطولة العربية هناك اختلاف في أسلوب اللعب ما بين النوادي الأفريقية والنوادي الآسيوية وانت عرف بذلك يعني أسلوب اللعب مختلف مختلف بس خلينا نتكلم كمان يا أساس عمر أن البطولة العربية تشهد مدرس كروية مختلفة نعم يعني إحنا عندنا المدرسة العربية بمثلها المدربين العرب أو المدربين المحليين يعني نتكلمت على العهد اللبناني الحجيج نعم تكلمت على فوز البنزرتي في التراجي تكلمت على أحمد أيوب في النادي الآلي عندي مدرسة ألمانية زي إيناسيو في الزمالك عندي مدرسة الرومانية زي الموجودة في الوحدة عندي المدرسة الفرنسية الموجودة في المريخ نريد أن نتحدث عن هذه المدرس حقيقة فهي مدرس نوع عن المدراء الفنيين طبعا محليين وأجانب لكن عشان ما يأخذنا الوقت نحلل المباريات بشكل أكبر نتحدث الآن عن مباراة النصر السعودي والعهد اللبناني اللي انتهت بالتعادل دي مباراة مفاجئة مباراة مفاجئة لأن النصر السعودي عارف معروفة ببطولاته وانتصاراته فرق كبير ليه اسمه في آسيا كنت مع احترام العهد اللبناني الكرة يمكن في اللبنان بدأت تنطلق للأمام النصر السعودي سألت مؤخرا بدأت تنطلق مؤخرا لكن الكرة السعودية أكيد لها مشاركات كثيرة وكبيرة وليها سمعتها لكن فجأنا أن العهد اللبناني حقق تعادل بطعم الفوس تعادل مهم واحد واحد نتيجة طيبة بالنسبة للعهد اللبناني لأنها نتيجة غير طيبة بالنسبة للجوميز وبالنسبة للنصر السعودي يمكن النصر السعودي اللي خلاه يتعادل فازين مباراة أنه جاي من معسكر إعداد حالا دائما الفرق لما تكون في مرحلة إعداد أن أنا ببتدي أطلع بالحمل بعد نهاية الموسم الحمل عندي اللي يقع البدنية بتنزل اللي يقع المباراة مش موجودة ببتدي عملية تجهيز وإعداد الفريقي برفع حمله عشان أبتدي مباشرة أدخل في المناسبة الكبيرة وزي ما قلت لحضرتك يمكن موعد البطولة هو السبب في تزبزب الأداة في بعض الفرق المباراة القادمة أيضا بعتبرت تحضرتك تتحدث عن بطولات وبعد الخروج من بطولات مفروض أنه الفريق يستعد بشكل كامل نتحدث عن مباراة الزمالك المصري مع الفتحة الرباطي المغربي اللي انتهت بالتعادل لهدفين طبعا لكل فريق الزمالك خرج من بطولات هذه الأخيرة لا شيء يعني بخسارة بخفية حنين ممكن أقول نعم خرج زي ما بقوله في المصري من مولد بلا حمص طيب كيف شفت هذه المباراة وربما تحليلك نريد أكثر للنادي الزمالك يعني لك سئة اللاعبين في بعض المشكلات الفنية اها اتكلم على إيناسيون مدير الفن البرتغالي حتى الآن لم يضع يديه على تشكيل المناسب لفريق نادي الزمالك حتى الآن هذا المدر بلعب 18 مباراة مع الفريق اللي شارك في 18 مباراة لو قلت لحضر لك الصعام عمر أن أكثر من 33 لعب حتى هذه اللحظة لم يضع يديه على التشكيل الأساسي هناك عشوائية في الأداء هناك عدم وضوح رؤية استراتيجية طريقة لعب معينة كمان قرأت الممباراة قراءة بطيئة جدا بدليل أن والد الركراكي مدرب الرباط الرباط الاربين ادر يقرأ الزمالك بسرعة ادر يضغط عليه الزمالك حاول في البداية الدقيق الأولى يضغط عشان يقدم صورة طيبة لكن في النهاية أن الزمالك ما فيش رؤية ما فيش ترابط بين الخضوط في منطقة نص الملعب أو منطقة الارتكاز دايما المدرب البرتغالي للزمالك يقوم بتغيير أكثر من اللاعب يعني مرة تلاقي طرح حامد من الأكتراء معروف يوسف أحمد توفي إبراهيم صلاح لم يستقر على تشكيل معين كمان بعض المشكلات البعض اللاعبة أثرت على الزمالك أنا حمد شناو دخل هذه البطولة وهناك حاملة أو معركة اتهامات بينه وبين إدارة النادي فإذا المسألة في نادي الزمالك دخل هذه البطولة من أجل تعويضه ومصلحة جماهيره عشان يحقق أهداف كتيرة بعد الخسار في دور الأبطال أفريقي وخسارته في الدور المصري وكمان احتللوا مركز متأخر مركز ثالث في الدور المصري ده محاولة تصحيح الصورة لكن للأسف المدير الفني لم يسيطر على الفريق المدير الفني لم يقدم فكر جديد وديها مبررات عز عمر خلينا نتحدث عن المبررات حقيقة في الأسبوع القادم لأنه موضوع نادي الزمالك لا بس حنا أقول حتة صغيرة بالنسبة للناس الناس بعيد عن كورت القدم بعيد عن الإدارة الفنية الكورت القدم 8 سنوات كان سبورت انجلاش بونا مدير رياضي يعني منزلش الملع مش كوتش هو كوتش كبير لكن هو بتاعت فترة طويلة بسبب العمل الإداري فجه الناس الزمالكي يمارس العمل الفني مرة أخرى بعد هذا الغياب بعد هذا الغياب هذه أحدى الأسباب أحدى الأسباب مش هذه السبب الوحيد لكن هناك حدة أسباب لا أسباب كتير لكن أنا أشيد بالفتح الرباطي أشيد بوليد الركراكي وليد الركراكي مستقر مع الفتح الرباطي لو تكلمنا للتاريخ الزمالك والفتح الرباطي تقابلوا قبل كده مرتين في رباطة الكونفودرالي الأفريقية تعادلوا هنا في القاهرة 0-0 والزمالك كسب 3-2 في المغرب في إدارة فنية مستقرة كمان لفتح الرباطي دعم صفوفه بعدد كبير من الصفقات الكبيرة بدليل أن لمين هو هدف البطولة العربية بعد الجوال الأول سجل هدفين في مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى الزمال طيب ننتقل الآن إلى ملخص مباراة المريخ السوداني والهلال السعودي أيضا هذه كانت مفاجأة بالتعادل بهدف لكل فريق لا أنا مش شايفها مفاجأة إزاي مش شايفها مفاجأة مش شايفها مفاجأة إن الهلال السعودي بيلعب بالفريق الآخر أو في الشباب ها نعم أو الفريق اللوم إذن كنت متوقعة لا أنا شايف أن الهلال قدم عرض رائع قدم وجوه جديدة لفريق الهلال عناصر طيبة حيراهن عليها في المستقبل ودي كانت جرأة من إدارة نادي الهلال إنه يجي يلعبوا فريق الشباب ويقدموا الشكل الجمالي اللي احنا شفنام بها يعني الفرق الشاركة أو بعضها بسكندري تيم مثل ما حضرتك ذكرت لكن حتى هذه الفرق هي تسعى للحصول على اللقب يعني مش مجرد كانت مشاركة فقط إحنا على الورق يا سسوة عمر لو أرينا الأسماء على الورق حقول الهلال السعودي جاي نفس على البطولة حقول الناصر السعودي نفس الشيء حتكلم على النفط العرائي اللي قدم واحدة من أحلى المطشاط يمكن لما يجي نتكلم على مطشاطه فإذن دي أسماء لكن في الملعب لا في أسماء جديدة مرشحة للفوز باللقب بس فيه هدف للنفط العراق ما احتسب عشان كده أقدموا مذاكرة اللجنة منظومة النهاردة عشان هستسبوا التسلل هو الهدف صحيح ويمكن إذا كنت أنا هتكلم على الإشادة باللعبة أو من اللعب اللفط نظري هقول صالح صدير من ليه صالح صدير صالح صدير ده نجم نادل زمالك على فكرة نعم جاي فترة أنه لعب معناه لزمالك لعب معناه لزمالك ليه صالح صدير صالح صدير 34 سنة صالح صدير لعب كبير لكن بيأكد نظرية بتقول الدهن ما زال في العتاق دي مثل مصري نعم أنه ما زال قادر العطاء لمسة واحدة منه قدرت قدر يستغلها زميله في إحراز هدف كان مفترض هو هدف صحيح لكن الحكم لم يحتسبه وعشان كده في حالة غضب في النفض العراقي ومدربه أو إدارة البعثة قدمت مذاكرة لللجنة المنظمة ضد الحكم وبعد يالي حيحصل في هذه المذاكرة برأيك والله هي اللجنة الفنية هي اللي هي تحكم في لجنة فنية في لجنة إدارة البطولة هي اللي هي تقول أن الهدف صحيح أو غير صحيح يا رأيتي لو موجود أنه مباراة النفط العراقي أنه نعرضها ونشوف أنه الهدف أو الهدف سجيله مؤيد العجن على فكرة وهدف رائع جميل كان الهدف لكن مع الأسف أنه يحتسب تسلل كانت يعني هظيمة قرار يعني إيه برأيك يعني النتائج هذه الشكوى هل ممكن تطلع بنتيجة أو إيه ممكن تتوقع النتائج اللي ممكن تطلع نادرا ما توعد مباريات أو يحتسب هدف على اعتبار أن الأخطاء في كرة قدم جائزة جزء من إصارتها نعم يعني الأخطاء اللي بتحصل في الكرة دي دي هي لإصارة الناس وتخلي الناس دايما مشغولين بالأسباب ودي متعة كرة القدم أن الأخطاء هي يعني جزء من المتعة في كرة القدم آه فيه فريق النفط أنا شايفه أتظلم قدام الترجل ترجع على فكرة لم يتفوق إلا في اللحظات الأخيرة نعم سجل هدف وحيد قدر ده في المجموعة الثالثة وقدر بيحصل على ثلاث نقاط وينفرد بقيمة هذه المجموعة خلينا نتكلم كمان يا زعمر نعم أن المنافسة صعبة في هذه البطولة على اعتبار أن فيه ثلاث فرق اللي هو الأول من كل المجموعة نعم هيصعد للدور قبل النهائي واختيار أحسن تاني من الثلاث مجموعات عشان يلعب الدور قبل النهائي نعم ده نظام البطولة بعد كده هتتعمل قرعة كل فريق هلعب مع الآخر مباراة له ثم الوصول لمباراة النهائية فإذن المسألة أنا شايف النفط العلاقي فريق طيب الترجل تتوقع إيه تتوقع إيه برغم أنه الكلام هذا سابق لأوان هو سابق لأوان بس اللجنة الفنية هتعمل إيه ما هذه المشكلة أهم هل هيستخدموا الفيديو هل اللايحة زي ما قالت حد دول وشوفنا كلنا في كسر قرات في روسيا طبقوا نظام الفيديو والحكم لجأ للفيديو في أهدف كتير وأخطاء كتير دي اللي هنتظر اللجنة المنظمة هتحضر رح نتابع مع حاضرتك الأستاذ عبدالشافي صادق مدير تحرير الأهرام الرياضي البطولة في الأسبوع القادم والأسبوع الأسابيع يعني طبعا القادمة هي حتى الخامس من شهر أغسطس خامسة يوليو خامسة يوليو خامسة أغسطس شهر الثامن يعني حاضرتك تبدأ المرحلة الثانية قولة الثانية ثم الثالثة وبعد كده الدور قبل ماي هتستمر حتى خامسة أغسطس نكون متواصلين معك وطبعا نتمنى التوفيق لكل الفرق شكرا جزيلا لك شكرا شكرا